اعلن الفريق الوطني طبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ان اجمالية عدد المؤهلين لاخذ الجرعة المنشطة من البالغين من العمر 40 عاما فما فوق ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها يبلغ 250 الف شخص تم تطعيم 105 الف منهم منذ البدء بها واحد اليوم مشيرا الى ان الهدف هو استكمال تطعيم 95 الف ممن تنطبق عليهم شروط اخذ الجرعة المنشطة من هذه الفئة العمرية للوصول الى نسبة التطعيم المستهدفة لهذه الفئة وهي 80% وذلك بهدف تعزيز المناعة المكتسبة لديهم وضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم ونوه الفريق الوطني الطبي باهمية اخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا لما توفره من حماية من الفيروس والسلالات المتحورة منه ودع الفريق الوطني الطبي المواطنين والمقيمين ضمن الفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق الى مواصلة الاقبال على التطعيم والجرعة المنشطة منه بما يصهم في تحصين المجتمع وتكوين المناعة المجتمعية حتى القضاء على الفيروس